أخي الغالي افتح لي قلبك افتح لي قلبك لهذا الحديث العظيم الذي رواه ابن ماجته وصححه الشيخ الألباني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فقال لهم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء تخيل أخي الغالي أن الإنسان يأتي إلى الله عز وجل بحسنات عظيمة من بر وصدقات وصيام وصلاة ثم إذا وقف بين يدي الله جعلها الله هباء من ثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورا فصدم الصحابة من هذا الكلام فقال ثوبان وهو خائف يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم واسمع إلى هذا الوصف الدقيق ويأخذون من الليل كما تأخذون أي أصحاب عبادة يقومون الليل والناس نيام ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا إذا أقبل الليل واشتد سواده وغارت نجومه أغلق الأبواب وأرخى ستائر ثم إذا خلى مع ربه تجرى عليه جعل الله أهول الناظرين إليه يقول ابن عباس رضي الله عنه لخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب نفسه يخاف أن يراه إنسان ولا يبالي بالذي خلق الإنسان يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس يا إخواني اسمعوا هذا الكلام أيها المستقيم أيها الداعية اسمع إلى هذا الكلام يقول القرطبي ما لا يرضى من القول أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته لأنهم يذكرون الناس في الله في العلن وينسونه في الخلوة يا أيها الداعية يا من تدل الناس على الخير يا من تحارب الشيطان يا من تحارب الشيطان في العلن احذر أن تصاحبه في السر فمن خان الله في السر فضحاه في العلن ليست العبرة في استقامة العبد بتواضعه أو حفظه لكتاب الله أو نصحه لخلق الله إنما العبرة الحقيقية إذا خلا بالله ولم يطلع عليه أحد سواه كيف يصنع هنا يمتحن الإيمان أن يرزق العبد بالاستغفاد يفرح العبد بالاستغفاد في أوقات الخلوة يحاول الإنسان أن يذكر ربه كثيرا فإن ذكره لله كثيرا يحيي قلبه فإذا أقبلت المعصية لديه كان القلب حي فيمتنع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر